عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائي أو أي بنايات مخالفة بشكل قاطع موجها كل الجهات الحكومية صاحبة الولاية على بعض الأراضي في جزيرة الوراق بعدم السماح بأي تعد على الأراضي كما لفت مدبولي في الوقت نفسه إلى مواصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمستحقها